السيدة مسيح أصعد ذاته يبه هو الكاهن وهو الذبيح أصعد يبه هو الفاعل هو الكاهن وذاته ده المفعول به وأصعد ذاته ذبيح على الصليب عن خلاص جنسنا كلمة عن هنا معناها بدل البشر لأن المسيح مات عوضا عن الجميع لأن الجميع علينا حكم الموت من يوم خطية آدم نتيجة هذا الفداء اجتمى الآب الصالح رائحة ردة فاجتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجث هنا الكنيسة شبهت صليب المسيح كأنه هو حبيات البخور اللي تحتى في ألام الصليب ففاحت رائحة البخور في العالم كل لما جاز مخلصنا الصالح هذه النيران كان سبب خلاص كل البشر عشان كده في ملاحظة جميلة أن في أثناء الأداس وبالتحديد عند كلمة تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص أبونا بيضع ملعقد بخور في الشرية بيبقى الكاهن وقف على المدبح الشماس يجيب له الشرية أبونا يحط فيه ملعقد بخور ولحظوا هنا في الخلاج يقول يضع ملعقد بخور في كل المرات اللي بيحط فيها البخور يقول لك يضع يد بخور يعني بإيده أصلا حق البخور ده ما كانش فيه معلقة كان أبونا يضع يد بخور فالمعلقة اللي بيذكره هنا الخلاجي هي المستير اللي بنتناول به الدم عادة المستير ده موجود فوق كرس الكاس جنبي الكاس اللي فيه دم المسيح أبونا لما بيجي يقول تجسد وتأنس وعلمنا تركه الخلاص بياخد المستير من جنب الكاس ينزل به لدرج البخور ياخد معلقة بخور ويضعها في الشرية وبعدين يمسح المستير ده باللفافة اللي في إيده تلات مرات ويروح رفع وحطه تاني جنب الكاس دي فيها إشارة تقصية جميلة إن نزول المستير من جنب العرش لدرج البخور بيرمز إلى تجسد المسيح نزوله من السماء للأرض لما أخدنا معلقة بخور حطناها في الشرية إشارة إلى ألام المسيح لما بيمسح أبونا المستير من أثار حبيات البخور إشارة إلى أن المسيح في قيامته مسح من جسده أثار الصليب احتفظ يدوبك بأماكن المسامير والحربة علشان يؤكد أن الجسد اللي اندفن هو بعينه اللقاء لكن بقيت التشوه اللي حصل في جسد المسيح موسيح تماما بالقيامة علشان كده أبونا بيمسح المعلاقة دي ثلاث مرات باللفافة وبعدين يطلعها تاني جنب الكاس كأن المسيح بعد ما تمام لنا الخلاص رجع إلى عرشه جنب الأهمة طبعا وضع البخور في الشرية بيعبر عن الفداء بالصليب اللي أنعم على العالم كله برائحة الخلاص اللي انتشرت وملأت أرجاء المسكونة عشان كنت لحظوا إيه أبونا بيحط البخور وهو بينطأ كلمة تجسد وتأنس على ما بيحط البخور بيقول علمنا تركه الخلاص يكون ريحة الخلاص في أحد في الهيكل وفي الكنيسة طبعا جايز يكون في بعض أباء كهنة مش بيستخدموا المستير ما جراش حاجة لكن ده كان التسليم الأصيل اللي موجود في الكنيسة من الأصل وقد يكون الناس نسيته لكن ده بيرتبط بنص مهم جدا في سفر أشعياء الرؤية التي رأاها أشعياء النبي بيقول فطارة إلي واحد من السيرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح فالمستير ده يرمز للملقة اللي كان في يد السيرافيم ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطياتك عشان كده الجمرة اللي أخذها السيرافيم ومس بيها الشفتي أشعياء ترمز إلى جسد الرب ودعم وعشان كده خلي بالكم مفروض إن المستير يبقى نص كورة مش مفلطح ولما نيجي نتناول الدم يبقى بطرف شفيفنا عشان تمس الشفتين ما ندخلش المستير جوبه هنا كل واحد هو بيتقدم يتناول بطرف شفيفه عشان المستير يمس شفتيه كما المنظر بتاع رؤية أشعياء هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطياتك هذه الجمرة اللي بترمز إلى جسد الرب ودمه عشان كده أبونا لما بياخد بخور ويحطه في الشرية بيبقى بنفس الملقة ده اللي هو المستير اللي شافه أشعياء يبقى هنا تحقق منظر إنه هو فعلا جمرة وإنه هو فعلا جسد الرب ودعمه ترجمة نانسي قنقر